نساء الخير أهزائنا المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم وبرنامجنا كسر الحواجز النهاردة الأحد الموافق 29 12 2019 بنودع عام 2019 مع بعض ونستقبل مع بعض عام 2020 إن شاء الله كلها ساعات قليلة وأيام قليلة كل سنة وكل الشعب المصري بخير كل سنة وإخواتنا المسيحيين بخير بمناسبة مولد المسيح عليه السلام ويا رب إن شاء الله كل اللي فات أو كل اللي حصل في السنة 2019 من سلبيات ما نقبلوش تاني وأعتقد إن يعني عشرين عشرين حتى في سجعها أو الرقمين دول مختلفين تماما أو إحنا بنفرح بالأرقام الزوجية عمتا فيا رب يكون كل الخير والفرح والسعادة في العام الجديد لكل المصريين النهاردة الحقيقة يعني حبيت أختم 2019 بحلقتنا بموضوع حلو جدا وشائق جدا ومهم جدا وإحنا من قبل كده في حلقتنا كنا بنتكلم عن إزاي نقدر نغير فكر المجتمع وإزاي نقدر نبتدي يكون عندنا وعي جمعي إيجابي وفي نفس الوقت إزاي يقدر يكون عندنا جودة سواء في أفكارنا أو في سلوكياتنا أو في إنتاجنا على المستوى العام علشان ننهض بمصر وننهض بالمجتمع ككل النهاردة يعني أنوان حلقتنا هيكون حب الأوطان من الإيمان فمن المنطلق ده إحنا هنتكلم عن إزاي نقدر نقول أن الانتماءنا للوطن بيكون أصلا من إيماننا بالله سبحانه وتعالى في مختلف الأديان يعني إحنا بنتكلمش على دين الإسلام فقط ولكن حتى في المسيحية وإحنا شعب واحد ويعني معانا إخواتنا المسيحيين ومعانا المسلمين مع بعض إيد واحدة في كل شيء حتى في إيمانهم وانتمائهم بالوطن من خلال ده إحنا هنستعرض مع بعض معضفنا الكريم دكتور أحمد عصران أهلا وسهلا يا دكتور شهرتنا ونورتنا هنستعرض يعني تجربة فريدة وإحنا كنا نأمل أن ده يحصل من زمان في يعني تطرقه لأنه يكتب كتاب بعنوان خير أجناد الأرض بين أهل الفقه وأهل الحديث من المنطلق ده هنتكلم في حاجات كتير جدا ممكن تغير أفكارنا عن أمور سلبية إحنا شفناها خلال يعني أنا بعتبرهم سبع سنوات إحنا يعني تعبنا قوي من الإرهاب ومن العمليات الإرهابية اللي ما كانش المفروض أن هي تلصق على الإسلام لأن هي من جماعة الإخوان المسلمين مفروضا إحنا ما نقولش أنهم مسلمين هم متأسلمين لأنهم يعني حطوا الفكر الإرهابي جوه مجتمعنا وده خد منهم سنين طويلة جدا جدا علشان كده دايما بنؤكد إن الإرهاب لدينا له بنؤكد أكتر إن محاربة الفكر الإرهابي ما بتكونش بس بالقوى الأمنية إحنا نعلم تماما إن إحنا الحمد لله إدنا نتصدى لهذه الجرائم الإرهابية خلال السنوات الأخيرة المرنا بيها ومش بس ده إحنا دائما وأبدا بنقول إن تغيير الفكر وتغيير الوعي منذ الصغر منذ نشأة الأطفال وفي المدارس وفي الجامعات وفي كل الأعمار إن إحنا لازم نتكلم ولازم نقوم بتوعية فكرية لأن الفكر هو السلاح الأوحد الذي نقدر نحارب بيه الفكر السلبي أو المتطرف أهلا بحضرتك يا دكتور ويعني الحقيقة من منطلق الكتاب بتاع حضرتك في البرنامج النهاردة يعني عايز أقول لحضرتك تقول لنا الأول فكرة إن عمل الكتاب أو فكرة إن حضرتك تكتب في هذا الملحة تحديدا أولا بسم الله الرحمن الرحيم بادي ذيبات سعادتي غامرة الآن وأنا ما أنزل ضيفا في هذا البرنامج العريق أولا ثانيا هو طرح الكتاب في هذا التوقيت هو إعداد للطبعة الثانية من الكتاب أمر آخر هذا الكتاب كان نموذج ليس المقصود به خير أجناد الأرض على الحديث على وجه التحديد لكن مقصود أمر آخر وهو تجديد الخطاب الديني أصبح فرضا عينيا صحيح تجديد الخطاب الديني أصبح فرضا عينيا تجد كثير من الناس يسأل وهل في الدين ما يوجد فيه أو ما به عقم أو نقص نريد منه إضافة شيء جديد؟ لا نحن نفهم تجديد الخطاب الديني فهما خاطئا تمام تجديد الخطاب الديني المعنى إعادة فهم النص على حسب المعطيات على حسب العصر وإعادة نقله بالصورة الصحيحة يا دكتور رحم الله أئمتنا تمام هم فهموا النص عبر دوابهم عبر عصورهم فلا يجوز أننا نفهم النص عبر عصور مضت لذلك وجدنا حتى الفقه الملكي كان القرافي من الشيوخ الملكية فكان يقول للمستفتي إذا جاءك المستفتي فاسألوا قبل أن تفتيه عن عرف بلدي والمعمول به عند قومك ولا تفتيه بعرف بلدك أنت والمعمول به عند قومك أنت لماذا؟ لأن الجمود على المنقولات ضلال في الدين إنك تبقى جامد في فترة من الفترات دقمة الضلال في الدين وما ذكره الأئمة السابقون ليس القرآن ده هم بشر وأزوف إليك بشرة أن الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر حديث عهد بالإسلام عمر بن العاص صاحب رسول الله وإذا ذكرنا عمرا نذكره صحابيا جليلا له منا في رقبة كل مسلم يحي في أفريقيا لأنه هو الذي كان سببا مباشرا في أن يصل الإسلام إلى أفريقيا عمر بن العاص كان حاضرا في مجلس رسول الله فجاء رجل وسأل أصحابيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فقال رسول الله اقضي بينهما يا عمر عمر كان حديث عاهد بالإسلام ولكن رسول الله كان يقدم الكفاءة فكان عمر لذلك الشيخ الزهبي لما تكلم عن عمر بن العاص في سير أعلام النبلاء قال فداهية العرب وإنسان العالم وداهية العرب فكان عمر مشهور عنه بالدهاء فرسول قال له يا عمر اقضي بينهما يا عمر فكان عمر قال يا رسول الله وعلى ما أقضيه قال أما علمت يا عمر أن الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر هنا قال ابن سرين لو لهذا الحديث لهلك العلماء جميعا لماذا؟ لأن العلماء ما بين مصيب ومخطئ والخطأ أقرب إلى الصواب تمام لذلك هو ومع ذلك لا يوجد منهج في دنيا الناس قال للمخطئ أحسنت إلا الإسلام قال للمصيب لك أجران وقال للمخطئ لك أجر الإجتاد وأجر آخر وهو أن يحرك العقل تمام لأن العقات ذكر التفكير فريضة إسلامية ونحن نعاني من العقل هي في آيات القرآن الكريم كلها هي أفلت عقلون أفلت تتبرون كلها دعم وأقول لحضرتك على الحاجة التفكير مقصد من مقاصد الفقه الإسلامي ولذلك العقات قال التفكير فريضة إسلامية الإسلام جاء أن يحرك العقل الجامد العقل العقيم ما جاش تفضل أنا عايزة أخلي كتابات حضرتك في سلسلة تجديد الخطاب الديني وحضرتك بدأتها بخير أجناد الأرض نحن نخلي الأيكونة بتاعتنا اللي نتطرق من خلالها على أمور كثيرة تهم الشارع المصري وتهم المواطنين والشعب في إن في بعض أخطاء مش بعض أخطاء هي حاجات يعني أنا أعتبرها جرائم يعني في إن الفكر مثلاً اللي تطرق في حتة حديث رصال السلام في منطلق خير أجناد الأرض إنه هو حديث غير صحيح ومن هذا المنطلق فالجماعات الإرهابية أصبحت معادية لجيش مصر العظيم فحضرتك كلمني على الحتة دي وخلي المشاهد معنا يفهم الحديث بشكل يليق بالإسلام الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خير أجناد الأرض أولاً هو حديث صحيح لكن يبقى أريد أن ألفت الانتباه إلى هل العلوم الإسلامية علوم تخصصية أم علوم تميل إلى الفوضى علوم تخصصية لذلك الذي تكلم في ضعف الحديث ده ما قالش ضعف ده قال باطل هؤلاء الدهماء الذين غير متخصصين علمياً الذين عرضوا أنفسهم لأمر خطير أعرضوا أنفسهم أنهم دخلوا في شريحة حديث رسول الله من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من الناش من كذب علي متعمداً ربما يتوهم كثير من الناس أن من كذب علي متعمداً إدخال نص لرسول الله لم يقوله رسول الله لا إدخال نص أو إخراج نص قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويراد به باطل برضو يعني أكيد مقارب أخرى هو عندما ذكروا أن الحديث باطل كانت له مقارب أخرى حقيقة لكن لو إحنا استعرضنا الحديث الأول نعرف كيف نقبل حديثاً لرسول الله قبول الحديث لابد من سند قوي لابد من ضابط لابد من عادل لابد أيضاً في اختبار في المتن فالحديث الشريف بينقسم إلى سند وإلى متن سند السلسلة رواه فلان عن فلان عن فلان متن السلسلة اللي هو اللفظ النبوي الذي ذكره رسول الله السند له اختبار والمتن له اختبار ولكن من الذي يتفوق السند أم المتن متن الحديث يتفوق حتى لو كان الحديث محمولاً على سند قوي وكان المتن شازاً لا يقبل الحديث نحن المعيار الأصيل في قبول حديث أو الواية للرسول الله هو متن الحديث اختبار الحديث في السند أن يكون الحديث متصل للإسنان عن فلان عن فلان أن يكون ضابطاً أن يكون زاعدالاً يعني حضرتك تقصد أن حديث الرسول السلام عن خير أجناد الأرض هو حديث صحيح 100% ده مش ده من الملوم في المية طبع يعني ولنا في الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة ولكن كمان إحنا في نصوص قرآنية تنص على مكانة مصر أولاً ومكانة جيشها وجنودها حدثني عن ذلك دكتور أحمد مصر أولاً ليست دولة عربية عادية كما يتوهم كثير من الناس مصر يعني الإسلام مصر يعني العروبة ما من حضارة في الأمة الإنسانية أو في الأمة العربية أو الإسلامية إلا كان الخروج منها على أرض مصر لذلك مصر دائماً مستهدفة صحيح لأن مصر هي قلب العالم الإسلامي وعقله فلقدر الله لو توقف العقل أو القلب الانهيار للأمة الإسلامية صحيح لذلك العالم الإسلامي كله يترقب ماذا يحدث على أرض مصر 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 الحديث المروي أصلاً عن رسول الله وذكره سيدنا عمر بن العاص في خطبة شعيرة له في أواخر الشتاء وبداية الربيع خطبة طويلة أنه ذكر أنه استمع العمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنكم ستفتحوا إذا فتح الله عليكم مصر فتخذوا منها جنداً كثيفاً وفي رواية جنداً كثيراً لأنهم خيروا فإنهم خيروا أجندا الأرض فقال أبو بكر ولما يا رسول الله قال لأنهم أزواجهم في رباط إلى يوم القيامة نقف هنا الحديث النبوي قال إذا فتح الله عليكم اللغة العربية لابد أن نشير إلى أمر هام لا يتحدث في نص قرآني أو نص نبوي إلا إنسان متمرس لعلوم العربية الجاهل بعلوم العربية لا يصلح أن يتحدث في هذا العمر الرسول يشير يقول إذا كلمة إذا تفيد تحقق الوجوب هي شرطية لكن شرطية تفيد تحقق الوجوب أي لابد أن يفتح الله عليكم مصر تمام فتخذوا منها جنداً كثيفاً أو جنداً كثيراً فإنهم خيروا أجناد الأرض طيب هنقيص هذا الحديث على السند والمات سند الحديث أولاً أنا طلعت على السند وذكرته في هذا الكتاب والرجال الحديث كلهم ثقاط يعني السند أولاً متصل رجال الحديث كلهم ثقاط يبقى متن الحديث وهو الجوهر في قبول هذا الحديث طيب لو كان السند ضعيفاً والمتن قوي يقبل الحديث طيب لو كان لأن متن الحديث لابد أن يكون المتن خالي من الشزوز والعلة يعني إيه خالي من الشزوز والعلة تبقى ملكة لا يملكها إلا الفقه أو المحدث اللي يقدر يحكم على هذا الحديث هل هو فيه شذوذ هل فيه علة بمعنى لو عندنا نص هذا النص ربما يخالف مقاصد القرآن الكريم ربما يخالف مقاصد رسالات السماء ربما يخالف نصا أقوى منه هنا بيحدث شذوذ أو علة في النص فلو يقبل النص تبننظر إلى متن الحديث هل هذا النص يخالف نصا قرآنيا؟ أنا بسأل حدثك دكتورة هل النص الحديث يخالف نصا قرآني؟ هل هذا النص يخالف نصا نبويا أقوى منه؟ هل هذا النص يخالف حقيقة تاريخية سابطة بيقين؟ ولا يخالف الواقع حقيقة تاريخية سابطة بيقين هل هذا النص وانظر حولك إلى نعمة الأمن الذين نحن نحياها الآن؟ نعمة الأمن دي تقدر بماذا؟ أليس هذا تصديقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أجناد الأرض أنهم خيروا أجناد الأرض؟ صحيح يا ربط أمر آخر قبول الحديث هل هذا النص يتعلق بعقيدة؟ هل هذا النص يتعلق بأمر جلل عظيم حتى أقول أنه حديث بطل؟ ده نص يتعلق بفضائل الأعمال والعلماء في الفضائل الأعمال دائما بيكونوا لاي نهيين العالم لاي نهيين في قبول حديث ينص على فضيلة من فضائل الأعمال هو نص لا يتعلق بعقيدة لا يتعلق بأمر قطعي متوتر لا متوتر لا يتعلق بأمور هي خاصة في رد الحديث ده أمر يتعلق بفضائل الأعمال ومعروف عند العلماء المحدثين أو الفقهاء الحديث في فضائل الأعمال يقبل في أدنى الحالات صحيح يا دكتور حضرتك يعني فيه فصل تقريبا في الكتاب حضرتك عمله العنوان اللي أنا اقتبست منه عنوان الحلقة هو حب الأوطان من الإيمان وأعتقد أن الناس يعني الجنود والضباط اللي بيقفوا في يعني على حدود البلد علشان يحموا حدود الدولة بتاعتهم أو يحموا الشعب اللي داخل هذه الدولة ده بينم على الحب والعشق والمتناهي والمتنافي في أنه بيضحي بحياته من أجل الحفاظ على هذا البلد من هذا المنطلق أنا عايزة أعرف رؤية حضرتك عن يعني ماذا كنت ترى وأنت تكتب هذا الكتاب تحديدا عن الجيش المصري الكتاب حب الأوطان من الإيمان هو أول مبحث لي في هذا المؤلف يعني أنا عايزة أخذ البداية يعني دكتور أحمد كده قاعد كمواطن مصري يعني قبل أن تكون أستاذ في الشريعة وأنا كتبت دي غيرة لأن أنا عاشق عاشق للوطن وعاشق للجيش المصري تمام فأنا شهدتي أنا متين بالجيش المصري حقيقة وأبعد ناس عن السياسة والسياسة وليس لي طموح حقيقة سياسية القصة الكتابة دكتورة كنت مشرف على مناقشة الرسالة العلمية وكانت رسالة خاصة بالبصمة الوراثية وكان اشتهر مع بعض الطيرات الفكرية أن حديث خير أجناد الأرض حديث باطل فكلفني قسم الشريعة بإرادة الفقية الدكتور محمد يوسف حفني أن أنا أبحث عن هذا الحديث وانظر ما فيه فبحثت في الحديث أقسم لك لله لم أجد فيه صغرة واحدة تشير أنه حديث ضعيف عارف لو فيه صغرة واحدة من دبل الأمانة العلمية كنا ذكرناها كل الشواهد بتؤكد أنه حديث صحيح الإسناد وصحيح المتن ويؤكد هذا الواقع الذي نحيا فيه إذن حضرتك في لحظة يعني شفت أنه فيه بعض الطيرات التي تريد الباطل من خلال بطلانها لهذا الحديث أنه هو يوصل وعي جمعي سلبي للشعب تجاه القوات المسلحة يعني حضرتك أكيد لمست دفع المطلق ده خيانة علمية يا دكتورة اللي حصل خيانة علمية من حاجتين النحي الأولى إحنا نتكلم في التجديد خطاب ديني صحيح أولا إبعاد غير المتخصص أن يتكلم في الأمور التخصصية يا دكتورة صحيح وجدنا اللي يتكلم في هذا أنه حديث باطل إنسان غير متخصص علميا ويستطيع جذب العامة والدهماء لكن تجد الإنسان المتخصص علميا ما يقدرش يعني يصل إلى قلوب العامة لكن تجد في أزهان العامة أنهم يتبعون غير المتخصصين لذلك نحن لو تكلمنا في تجديد خطاب ديني صحيح لابد أن نحترم كتاب الله ومنهج الإسلام فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون طيب من منطلق كلام حضرتك ترد بقى بإيه على الانتقادات فعلا الفعالية اللي أنا بقول لحضرتك عليها الطائرات اللي بتحاول تغير الفكر المصري عندنا الانتقادات اللي كانت ملازمة للجنود مصر يعني حضرتك تعلم جيدا أن الطائرات السلفية وجماعات الإخوان المسلمين دائما وأبدا كانوا بيتكلموا في أن الجيش ده عدوهم وهم أعداء للجيش وبيصدروا هذه الفكرة للشعب المصري والشارع المصري فحضرتك ترد علميا حضرتك قلت لي أن أسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا عشان المشاهدين معنا يفهموا الإسلام بالشكل الصحيح يعني إحنا بنقولش تجديد الخطاب الديني زي ما قلت أن إحنا هنشيل حاجة ونزود حاجة هو أصلا في الأصل هو صحيح فلا بد أن نفهمه بالطريقة الصحية نديد الخطاب دينا دكتور أستاذانك برضو حتى يتشتت المستمع أو المشاهد أن وارد عن ماذا في رواية لأبي دود عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها يعني ماذا من يجدد لها دينها هل هو هل الإمام أو العالم سوف يضيف للدين جديدا لا إعادة فهم النص هنا تجديد الخطاب إعادة فهم النص لأنه كل نص له واقع كل نص له العصر الخاص به ولا بد من احترام أعراف العصور فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى تجديد الدين إعادة فهم النص ليس إضافة شيء جديد في دين الله أمر آخر تجديد الدين الآن يختلف عن المجدد زمان المجدد قد يكون فرد المجدد قد يكون مدرسة لكن الآن المجدد ليس له الإجتهاد المطلق لماذا؟ في الوقت السابق الزمان يا دكتورة كانت النصوص قليلة والحوادث قليلة فكن من السهل أن نطبق النص على الحادثة لكن النصوص قليلة وعلى مر الأزمان ومر العصور الحوادث بتزيد فلابد من توليد قواعد فقهية لابد من إعادة فهم النصوص فهما يليق أو فهما يواكب العصر المزيجي بناء على أن القرآن الكريم يعني ينفع في كل مكان وكل زمان الإسلام أو الصالح لكل زمان وكل مكان لكن الإشكالية عندنا أن الإسلام قضية عادلة وقعت بين يدي محامي الفاشل المشكلة بتاعتنا يا دكتورة نحن لم نرتفع إلى مستوى الإسلام مشكلة أن نحن نريد أن نجر الإسلام لمستوانا نحن لكن نحن لو ارتفعنا إلى مستوى الإسلام لابد أن نعلم أن الإسلام رسالة عالمية صالحة في كل العصور وفي كل الأزمان وفي كل الأمكان لكن الإشكالية في عدم فهم النص والذي يفهم النص هو المتخصص علمين نحن نريد علاج العلاج هل على رأس كل مائة سنة يرسل الله من يجد الأمة دي نعم نعم ده بشها من رسول الله لكن كلمة من هنا هل تشير إلى الفرد ولا قد تشير إلى طيارات ومدارس فكرية صحيح يقبل الإسلام لماذا؟ لأن من في اللغة العربية تحمل الإفراد وتحمل الجمع لذلك احنا بالنادي في تجديد الخطاب الديني لو نريد أن نوجد حلولا بإنشاء مجامع المجمع الفقه الإسلامي في القاهرة مجمع الحديث النبوي في القاهرة مجمع العقيدة وفلسفة في القاهرة المجمع هذه المجامع عندما تنشأ على أهل اختصاص علمي وهذا موافق لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في المؤجم ذكروا التبراني عن علي بنبي طالب سيدنا علي بيسال رسول الله يا رسول الله الأمر يتنزل بنا وليس فيه أمر من قرآن ولا سنة فماذا تأمرنا؟ قال له رسول الله اجمعوا له المتخصصين ولا تأخذوا برأي الفرض أو لا تأخذوا برأي الخاصة فهنا إشارة إلى منحنى جديد اللي هو الإجتهاد الجماعي اللي حضرتك يعني كنا من أمس بنتكلم فيه على حضرتك في شغلك بتحب شغل الميداني اللي هو الإجتهاد بقى الجماعة يعني أزوف ليك بشرة هو أصل عميق من أصول الإسلامية دكتور لأن ورواه التبراني أن أشار رسول الله لسيدنا علي بنبي طالب اجمعوا له المتخصصين من العلماء يعني كلام حضرتك طبعا رائع يا دكتور ولكن أنا بحب دايما أشوف أو أبحث عن أسباب المشكلة وأسباب الكرسة وأسباب الأزمات اللي إحنا مرينا بها حضرتك من وجهة نظرك إيه الأسباب اللي قدت لظهور الطيارات الفكرية المضللة وإن هي ابتدت توصل لعموم الشعب الفكر الإسلامي بشكل خاطئ العقم القائم الآن في كثير من المؤسسات الدينية هناك عقم فكري عقم فكري عقم فكري حقيقة لذلك الشعوب الآن بتنادي بماذا ده مطلب شعوب العالم كلها بتجديد الخطاب الدين هل تجديد الخطاب الديني خاص بفئة المسلمين فحسب لا على مستوى العالم على مستوى العالم لأن المؤسسات الدينية والأقصد المسلمين ده على مستوى أهل الكتاب جميعا خرجت عن مقاصد رسالات السماء نحن لو التزمنا بعلم اسمه علم المقاصد وعلم المقاصد ليس خاصا بالمسلمين ده خاص برسالات السماء جميعا وهو مقصد المحبة مقصد الرحمة صحيح مقصد الأخوة صحيح مقصد المودة ده كل هذا ده سيدنا عيسى الزكر قال يعني بعض الادعاء والحورين حولوا أنهم يصعدوا به إلى منزلة فوق البشرية فوق البشرية ماذا قال له نبي الله عيسى؟ قال أنا ابن الإنسان على جبل الزيتون قال أنا ابن الإنسان جاء من أجل الإنسان صحيح وجاء أخوه من بعده صلى الله عليه وسلم محمد ماذا قال؟ كان رسول الله في كل صباح يقول اللهم إني أشهد أن العباد كلهم إخوة من من المسلمين يفهم هذا النص؟ صحيح ده نص والحديث صحيح قال رسول الله وأشهد يا رب أن العباد كلهم إخوة عباد ماذا؟ العباد كلهم إخوة إذن الأخوة والموادة من مقاصد ليس المسلمين في حزن من مقاصد رسالات السماء فهل المؤسسات الدينية لأهل الكتاب احترموا مقاصد رسالات السماء لو كان هذا أمر لو كنت وجدت علاقات الشعوب بينها أرقى من تلك العلاقات طيب أنا هرجع لحضرتك في النقطة دي تحديدا لأن محتاجة أسئلة أعمق من كده شوية بما أننا بنتكلم عن أهل الكتاب يعني عايزة حضرتك توضح نظرة الآخر عن من هم غير المسلمين داخل القوات المسلحة أو أولا يعني دخولة التفاصيل من الشيطان فللأسف إحنا الشارع المصري هتلاقي على الأهاوي وهتلاقي الديوت بنتكلم في الحتة دي لك أن تسألي فيما تشعين فأنا بيهمني أوصل مش بس للناس اللي ممكن يكون عندهم من العلم في الدين أو المثقفين أكتر ولكن المواطن البسيط اللي ممكن يشوفنا دلوقتي لأن ده بيكون حديث ما بين أي حد ممكن يكون موجود على الأهوة في المدرسة مع الأطفال الصغيرين هو المسيحين اللي جوا القوات المسلحة دول ما بيستشهدوا هيدخلوا الجنة ولا هيدخلوا النار فالحاجات دي مهمة جدا بالنسبة لي أن توضح من رؤية الإسلام ومن وجهة نظر حضرتك كأستاذ بالشارع الملف الإسلامي المسيحي أولا بيختلف عن أي ملف تمام علاقة المسلم بغير المسلم حتى لو كان بخلط اختلاق المسيحي هنخرجه من تلك العلاقة أولا تمام العلاقة المسلم سواء باليهود المسالم من أهل الكتاب أنا لا أقصد الصهيونية العالمية اللي احتلت ضيارنا صحيح فرق كبير طبعا العالم لنا دار سلام إلا إسرائيل لنا دار حرب صحيح دي حقيقة يعني نبقى الله عليها لكن العالم كله لنا دار سلم لكن إلا إسرائيل هي دار حرب لنا اليهود المسالم أهل الكتاب غير المسلم العلاقة المسلم به تختلف عن علاقة المسيح علاقة المسلم به قائمة على الأخوة والمودة والمسالمة تمام والنص فيها أن من مقاصد الفقه الإسلامي أو مقاصد رسالات السماء هي السلام ووجدنا هذا والاحترام المد الإنساني النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي فالصحابة ربما يعني ذكرت أو توهمة أحدهم أن الرسول استشكل عليه الأمر وأنه إنسان مسلم وقام لها فرسول يعرف فقالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي تقوم لها فقال لهم رسول الله أليست نفسا خلقها الله الله يعني أين نحن من هذا الفهم الراقي لرسول الله ليتنا نصعد لمستوى النبي صلى الله عليه وسلم في الفهم قالوا أليست نفسا خلقها الله أمر آخر ما هو المسلم المسلم الذي عرفه لنا محمد أنا أتبعه المسلم من سلم الناس وفي رواية من سلم المسلمون وفي رواية من سلم الناس من لسانه ويده يبقى أي إنسان مسالم حتى لو لا يدين بأي دين فهو إنسان مسلم ويعني إيه مسلم أي له حقوق المسلم العامة من الإخاء من المودة من المعاملة من القول الحسن أنت تعرف يا دكتورة قبل أن أقول هذا كافر ده مخالح حتى لو لا يدين بدين صحيح ما أقدرش أقول عليه هو كافر حرف لي يا دكتورة لأن هذا يخالف منهج الإسلام ومنهج القرآن تعرف إن منهج القرآن قال وقولوا للناس حسنة هل نحن اتبعنا هذا منهج يا دكتورة؟ من مقاصد الشريعة الإسلامية القول الحسن حتى للآخر وقولوا للناس حسنة طيب يعني قبل ما أطلع قاصل لدكتور عايزك تقول لي نرجع تاني نرجع العلاقة وتطلع فاصل دكتور العلاقة للمسلم مع غير المسلم غير المسيحي علاقة موضة أخرى أما علاقة المسلم بالمسيحي علاقة تربطها الحنين الحنين وهي أقوى أقوى من الموضة تمام أقوى من أي علاقة تمام وعندنا الأدلة وليست هذا كول يعني أي فوضى عندنا الأدلة على هذا الكلام طيب هنحتفظ بالأدلة لما نرجع فاصل أعزائنا المشاهدين هنطلع فاصل قصير ونرجع لك تاني رجعنا أعزائنا المشاهدين مع ضيف حلقتنا النهاردة دكتور أحمد عصران إحنا توقفنا يا دكتور قبل الفاصل عن الدلالات يعني بالدلائل الرسمية والعلمية والدينية على علاقة المسلم بالمسيحي وخصاً علاقة بتربط هذا الوطن تمام علاقة حنين يا دكتورة بدأت من القرآن الكريم بدأت من القرآن الكريم عندما حدثت أو حدث عراق بين الصليبية أو بين الدولة الرومية مع الدولة الفارسية الوسانية الدولة الرومية على الرغم أنها كانت محتلة ديارنا أو أمر لكن برضو بتتبع الدين المسيح وتقول الله الدولة الفارسية الوسانية كانت تعبد النعام لما فارس فازت على الدولة الرومية من الذي تألم؟ أول من تألم لهزيمة الروم المسيحية من فارس كان المسلمون ونزل القرآن نزل القرآن ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض طيب الوسانية فرحت كفار قريش صندية قريش فرحت في هزيمة الروم لماذا؟ لأنه نفس المعسكر صحيح وسانية مع يقول الله خالق وسانية برضو مع أهل كتاب فقال لك اليوم تفوقت الوسانية على الروم هم أهل كتاب وغدا سوف نتفوق على محمد هو أهل كتاب صحيح فكان القيص عندهم هكذا فجاء القرآن وقال ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع السنين لله الأمر من قبل ومن بعد والقرآن يبشر يقول يوم إذن يفرح المؤمنون بنصر الله طيب يفرح المؤمنون بنصر الله هل بنصر الله يعني حضرتك يعني أنا بس هتوقف عن كده لأن ده اللي بيكون الإشكاليات اللي ممكن حد بيكون قاعد في منبر من المنابر للخطاب الديني الغير صحيح ويبتدي يتكلم من منطلق هذه الآية أن المؤمنين هيفرحوا لهزيمة الروم أو الجيش الروماني يفرح يوم بنصر الله بنصر الله نصر الله لأن الدولة الرومية ده القرآن هنا يعني أثبت الإعجاز العلم يتكلم عن المستقبل يا دكتورة صحيح يعني أنا عايزة برضو حضرتك يعني كصاحب رأيي في الدين في أن المشاهدين يفهموا أن إزاي ممكن يعني ناس معينة وطيارات معينة بتتلاعب بالآيات القرآنية حتى في وصولها بشكل غير صحيح أولا يا دكتورة أنا أريد أن أوضح شيء أولا لا يجوز لإنسان أن يتكلم في علوم شرعية إلا المتحدث الراصخون في العلم صحيح أو الباحثون حقيقة لذلك نجد بعض الناس لهم منابر وفي الأولى أريد يعني إيه أن نذكر أحدا أو نمس أحدا فحدثني من منبر حلقة لكن الفهم الصحيح للآية دكتورة ويوم إذن يفرح المؤمنون بنصر الله نصر الله فين القرآن حمال أوجه فنحمل القرآن على أحسنها كما ذكر الإمام علي بن أبي طالب القرآن يحتمل أكثر من أكثر لأن هل عندما حدثت المعركة ما بين الروم وفارس تفوقت الدولة الرومية وتحققت البشارة القرآنية البشارة القرآنية في ماذا؟ القرآن يتحدث عن المستقبل وفي مكة الروم صورة مكية أمر آخر قال سيغلبون بالسين سيغلبون السين غير سوفة سوفة للمستقبل البعيد سين للمستقبل القريب وبعدين القرآن في بضع السنين عدد من 3 من 3 إلى 10 حدد المعركة زمانا ونتيجة تمام وده من قمة الإعجاز القرآني في الحديث عن المستقبل صادف صادف ووافق فوز الدولة الرومية والبشارة القرآنية تحققت رأي العين على أرض الواقع أن انتصر المسلمون في غزو البدر تمام فيحمل النص يفرح المؤمن بنصر الله نصر البشارة القرآنية نصر البشارة القرآنية ونصر المسلمين فكل هذا فرح أمر الآخر في الجزء الخاص بالحنين تجد القرآن يقول ولي تجدان أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إن نصارى بنصر القرآن في بعض الناس يقول لك لا دول أسلمه القرآن أصلا ما قالش ده لو أنا قلت أنهم أسلموا الصياق لا يحتمل الصياق هذا لا يحتمل كان القرآن أشار أنهم أنهم أسلموا يعني أنا عايزة نترجم الكلام ده في سؤالي لحضرتك من البداية في أن المسيحي يعني إخواتنا المسيحيين إذا كان جندي أو ضابط داخل القوات المسلحة حينما يستشهد ففي طيارات كثيرة مغلوطة وطيارات يعني قد تكون تريد الباطل المجتمع المصري بتوصل الأمور دي بشكل خاطئ هنتكلم في الجزء ده بس أسازينك أشير إرشي هل أولا المسيحي هو أهل كتاب هذا أمر أمر آخر أهل كتاب من المقربين لنا أو يربطنا بهم للاقة حينيه وخاصة مسيحي مصر صحيح يختلف عن مسيحي العالم وأنا أشهد يعني وأحترم القدر الكنسية ولهم موقف مشرف وأعلنه من هذا المنبر وهو عندما أنت لا يخف عليك أنت في الألم ولا يخف عليك المؤامرات العالمية على مصر طبعا ولما أراد الغرب أن يتخذ لبعض الطائرات المتشددة للأسف شديد وهم أساء إلى الإسلام من خلال المنابر وخرجوا وقالوا النصارى كفر وقالوا لا يجوز تهنيئتهم وقالوا وهذا يخالف الإسلام وكل الذي تكلم في هذه القضية غير متخصص علميا حقيقة كان ممكن وكل ذا كان سابت في الإعلام كان سابت في الإعلام أمام العالم كله كان ممكن تكون قارنة لتدخل أجنبي ولكن القيادة الكنسية المحترمة في مصر رفضت كل هذا وقالت نحن مصريون نعيش في أمن وسلام مع إخواتنا المسلمين ولا يوجد عندنا أي تفرقة وهذا موقف محترم لابد أن يشار إليه بالإحترام للقيادة الكنسية في مصر أمر الآخر في جزئية المسيح الذي يموت في المعركة صحيح نعود لحديث رسول الله عليه السلام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يدافع عن أرضه يدافع عن عرضه يدافع عن دينه فهو شهيد والمسيح ده ميت كان يدافع عن إيه عن أرضه عن وطنه عن عرضه فهو يدخل فيه شريحة حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان ربما يقول أمر آخر يقول لي يقول ماذا طب هو إنسان لا يؤمن بمحمد طب وهل الإيمان برسول الله في هذا العصر يدخل الجنة أو النار هنقف هنا بقى واقفا أولا الأمة أيام ما كان فيها عقلاء ونحن بنعاني من فقد القدوة من فقد الكبار كان من فترة سابقة الأمة دي كان لها كبار كان يقدروا يتكلموا الجامعات الإسلامية لما دخلت وعندها شبهات كان فيه كبار وقعدوا معاهم الإمام الشيخ الشعراوي رجل القرآن الأول والشيخ محمد الغزالي أديب الدعوة الإسلامية وكبير الدعاء كان فيه الشيخ جد الحق كان فيه كبار للأمة الإسلامية تمام عن ماذا فعلوا كان ناس عقلة واستأذنوا من الدولة وجلسوا مع الجامعات وظهرت أحداث التوبة ولا يقف عليك لأن هذه الأحداث ليست بعيدة عنها صحيح لكن فين الآن فين الآن الكبار بتاع الأمة الإسلامية اللي هم يقودوا الحركة الفكرية فين الآن الكبار اللي هم يوقفوا تلك المهزلة أنه يخرج إنسان بتكلم في تجديد الخطاب الديني وهو إنسان جاهل بعلوم اللغة العربية يعني نعتبر أن مثلا يعني خير أجناد الأرض لما حضرتك تكلمت عن هذا الملف ويعني هو نقطة الانطلاق ليه سلسلة تجديد الخطاب الديني زي ما حضرتك بتقول هناك بعض السمات وبعض الضوابط اللي حضرتك شايف فيها إن مش أي حد يطلع حتى في تجديد الخطاب الديني يتكلم مع الناس في الأمور الدينية أو في التشريع يا دفورة الإمام الشفعي ذكر أنه لا يتكلم في مش مسألة الخطاب في الفقه الإسلامي أو المسألة الدينية إلا من يمتلك الآلة الآلة اللي هي فهم النص طيب الإنسان لو الشفعي كلام بقى كلام للشفعي قال ولو من لم يمتلك الآلة وتكلم وأصاب يأسم ده لو إنسان لا يمتلك الآلة الفهم للنص واكتهد مع نفسه واكتهد مع نفسه وأصاب يأسم إذن يكتهد لنفسه ولكن لا يصدر الفكر لأنه عرض نفسه لأمر خطير لأن العلوم الشرعية علوم تخصصية طيب من لم يمتلك الآلة وظل حبيسة بيته ولم يتكلم يأسم لأنه حرم حرم من ناس من نعمة أنا أعمل الله به عليه كلمة من العلم الذي ينتفع كلمة الآلة يا دكتورة سيدنا داود إنسان عظيم ولا لا صحيح عظيم لكن لما كان فيه إشكالية أو قضية عرضت عليه هو تكلم فيها وعرضت على نبي الله سليمان ماذا قال القرآن ففهمناها سليمان فالقضية الفهم وقضية الفقه ذي قضية خاصة ملكات خاصة ومع ذلك القرآن أسنى على النبيين الكريمين وكلا أتينا حكما وعلما لكن في قضية الفقه أو قضية الفهم ففهمناها سليمان فلا يجوز لأي إنسان أن يخوض في قضية خطيرة أو قضية شائكة ربما يكون إنسان مصقف أو ربما غير دارس فهذا أمر لا يجوز تماما لأن العلوم مشرعي علوم تخصصيا وأنا أعيب أن أجد أناسا على المنابر الإعلام تتكلم إنها مجددين وتحمل رؤية ولكن يا دكتورة هؤلاء هم أشبه بالكناسين لماذا؟ هو لفظ قاسي لكن الناس عينه تقع على القمامة هو يقع على القمامات الفكرية ثم يعرضها على الناس ويقول هذا دين نحن نطالب الأظهر الشريف ومؤسسة لها كل الاحترام وكل التقدير بتشكيل لجنة لغربالة التراص صحيح نحن نادي بهذا الأمر ليه غربالة التراص؟ لأن العدو أو الإشكالية من غير المتخصصين أو الطائرات الفكرية بتأخذ القمامات الفكرية وتنشورها على الناس على أنه دين طيب دكتور أنا عايزة عشان وقت حلقتنا عايزة أختم الحلقة بحاجتين مهمين وياخدوا معنا في إيجاز أول حاجة أنا عايزة نصائح من حضرتك للمواطن البسيط اللي هو يعني أكيد مش هيدخل في الأمور التخصصية أنا سحرك قلت أنه اللي بيتكلم لازم يقول دارس العلم المتخصص في الشريعة وفي الفقه وما إلى ذلك المواطن البسيط إزاي يفهم يفهم دينه وأمور دينه بشكل صحيح دي أول حاجة فإن نقولها بإيجاز بإيجازة دكتورة فيه علم يسمى علم المقاصد علم المقاصد يعني أشير رحمه الله العلامة الفقية محمد رفت واسمع فكان يقول أنا في محاضرات الشريعة لابد الذي يدرك علم المقاصد لا يحتاج إلى أحد وهنا من رحمة ربنا علينا أنه أعطى بداخلنا خطرة سوية نستطيع أن نميز بين الصحيح وبين الطيب وبين الخبيث ولا نحتاج إلى أحد فيه علم المقاصد ننظر لمقاصد الشريعة يعني مرماها البعيد إلى إيه العيش في السلام العيش في أمن العيش في مودة العيش في أخار نضرب مثلا سويعات قليلة ونستقبل ميلاد نبي الله عيسى عليه السلام عندما أقول لأخي المسيح كل سنة طيب إيه الضرر ده السؤال التاني إذا كنت أسأله لحضرتك هو الله عز وجل قال وقوله للناس حسنا حسنا وقوله للناس حسنا يا دكتور إذن يعني الاحتفال بليلت رأس السنة والاحتفال بمولد سيدنا المسيح عليه السلام يا دكتور الاحتفالية لا شيء فيها لكن كافية الاحتفالية فشيء هنا بقى يختلف الاحتفالية شيء وكافية الاحتفال شيء الاحتفالية أمر لا شيء فيها على الإطلاق صحيح لكن كافية الاحتفالية ده ربما يعني مثلا نود أن مؤتمرات ندوات نتعلم فيها رسالة السيد المسيح عليه السلام صحيح من نشر المحبة نشر الإخاء نشر المودة وعندما يعلن المسيح عيسى عليه السلام أنا ابن الإنسان يا ليت لايت الشعوب ولا تتعلم إذن إحنا واجب علينا وعلى كل المطريين نحن نهنئ بعضنا البعض بهذه تهنئة وأنا أقولها وأتحمل هذا أمام الله قبل أي شيء تهنئة المسيح الآن أصبحت واجبة صحيح وليست مستحبة ليه أصبحت واجبة يا دكتورة لأنه دعوة لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيق الألفة الأخوة المودة والمحبة الوحدة بين طبقات الشعب المصري يا دكتور أحسنت يا دكتور تقدر أفتح الله عليك أنا بشكر حضرتك جدا 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 لتشريفك معي وكل سنة وحضرتك طيب وسنة سعيدة على حضرتك وأعزقنا أعزقنا المشاهدين يعني أتمنى نكون وصلنا ولو جزء بسيط من إن إحنا إزاي نقدر نشغل العقل ونتدبر الأمور ونقول اللي ربنا يعني أمرنا به بالشكل الصحيح ونطبق ده على حياتنا وفي علاقاتنا ما بيننا وما بين بعض كمجتمع متماسك ومترابط إلى يوم القيامة إن شاء الله وفي نفس الوقت أنا كنت حبة إن إحنا نتكلم من منطلق كتاب يعني بيتكلم عن حاجة تمثينا جميعا كشعب مترابط زي ما قلت لقوات المسلحة المصرية والجيش بتاعنا ومش الجيش بتاعنا بس هو الجيش في كل بلاد العالم دائما وأبدا بيكون العمود الفقري الذي تستند عليه الدولة وأعتقد الدكتور أحمد يعني موافقني هذا الرأي ومن المنطلق ده إحنا لما بنلاقي الهجوم بالشكل الغير اللائق في إنه يهد هذا العمود الفقري فإحنا لازم نقف من خلال القوات التصدي الأمني لهذا ومن خلال أيضا التصدي بالفكر كما حدث مع دكتور أحمد عصران دفنا النهاردة إنه ابتدى يكتب حاجة من سلسلة تجديد الخطاب الديني مش الحاجة علشان خاطر بس الناس تفهم دينا بيقول إيه الناس تفهم إنه إحنا قد إيه لازم نحافظ على بعض سواء قوات مسلحة تحافظ على شعبها أو الشعب يحافظ على جيشه وهو ده كان المغزى من حلقاتنا النهاردة كل سنة وإنتوا طيبين ونتمنى نكون وصلنا الجزء ده للمشاهدين وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله أشوفكم السنة الجاية